بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد أهلا ومرحبا بكم في جلستنا لهذا اليوم في مجال اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه أسعد أتشرف بتواجدي معكم مرة أخرى الأستاذ محمد بن أحمد الناصر بإذن الله سيكون عنوان جلستنا لهذا اليوم السرقة عند أطفال اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه انتدادا للسلوكيات التي قد تظهر عند هؤلاء الأطفال الذين لديهم اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه تحدثنا عن الكذب في جلسة سابقة والعديد من السلوكيات غير المرغوبة التي قد تظهر لهؤلاء الأطفال عن أسباب ظهور هذه المشاكل السلوكية وكذلك طرق الوقاية والعلاد بإذن الله في هذه الجلسة نتحدث عن السرقة لهؤلاء الأطفال أو عند هؤلاء الأطفال أن يكون عند الطفل نقصا في أي شيء فيضطر للسرقة لتلبية الاحتياجات الشخصية ربما أحيانا يكون لدى هؤلاء الأطفال نقصا في أي شيء ربما لديه ربما لا يكون شيء اضطراريا أو الأسرة لم تقصر عليه بأي شيء فيلجأ إلى السرقة ربما أحيانا الأسرة لا تستطيع كذلك تلبية هذه الاحتياجات فيلجأ للسرقة هذه من بعض الأسباب نحن من خلال الشارح أسباب الوقاية سنبين كيفية التعامل لن نناقش في كل نقطة كيف نتعامل مع هذا السلوك سنفردها في شرائح تالية كيف نتعامل مع هذه السلوكيات وهو بالغضب والحدة مع هؤلاء الأطفال أم بطريقة مختلفة العوامل المحيطة تؤثر بشكل كبير في السرقة عند الأطفال العوامل المحيطة بهؤلاء الأطفال سواء البيئة التي يتواجد فيها هؤلاء الأطفال فبالتالي تؤثر على السرقة كذلك وجود سلوك السرقة لدى هؤلاء الأطفال الاندفاعية وصعوبة ضبط الذات وعدم التفكير في العواقب إذن ربما الاندفاعية وعدم ضبط الذات وعدم التفكير في العواقب هذه مشاكل ذكرنا في جلسات سابقة هي متواجدة من الأساس في أذهان الأطفال الذين لديهم إطراف فرط حركة وتشتت انتباه في أذهان الأطفال لا نقصد أنها متواجدة هي مشكلة في الدماغ بمعنى لدى هؤلاء الأطفال خارجة عن إرادتهم الاندفاعية لدى هؤلاء الأطفال عدم إدراك العواقب هي مشكلة خارجة عن إرادة هؤلاء الأطفال بسبب مشاكل في الدماغ لديهم مشاكل في الموصلات داخل الدماغ في الدوبامين داخل الدماغ هذه الإفرازات تحدثنا عنها في جلسة منفصلة تتحدث عن الأعصاب داخل الدماغ تتحدث لماذا تظهر هذه المشاكل إذن هؤلاء الأطفال لديهم مشاكل اندفاعية وكذلك عدم إدراك للعواقب تختلف هذا السبب يختص بأطفال إطراف فرط حركة وتشتت انتباه يختلف عن الأطفال الذين لم يشخصوا أو ليس لديهم اطراف فرط حركة وتشتت انتباه فيؤدي ربما هذا السبب الذي هو الاندفاعية وعدم إدراك العواقب إلى ارتكاب مثل هذا السلوك والذي هو السرقة طرق لعلاج السرقة عند الأطفال تحديد الأسباب التي دفعت هذا الطفل للسرقة في البداية يجب علينا تحديد الأسباب التي دفعت هؤلاء الأطفال للسرقة إذا كان في المنزل ومن يتعامل مع الوالدين يبحثون عن الأسباب نحن دائما في التعامل مع هؤلاء الأطفال وأي طفل نحن نبحث عن السبب وراء المشكلة لا نقوم بتوجيه اللوم تجاه المشكلة مباشرة نبحث هناك بالتأكيد سبب ظاهر وربما غير ظاهر للمشكلة التي أدت بالطفل لهذه السرقة ربما السرقة بسبب أنه يشاهد جميع أقرانه يمتلكون هذه الأشياء هو لا يمتلكها ربما السرقة فقط تشبع رغبة داخلية لديها تصبح مثيرة لديها أن يقوم بالسرقة أخذ هذه الأشياء بدون علم الآخرين يجب أن أبحث في البداية وأحدد ما هو السبب وراء هذه المشكلة ما هو السبب وراء سرقة هذا الطفل لهذه الأشياء من المهم جدا كذلك توفير الضروريات التي يحتاجها الطفل في حياته اليومية بالتأكيد عندما يتوجه للعب مع أقرانه مع زملائه هو يحتاج إلى احتياجاته الضرورية اليومية بالتأكيد ربما بعض العوائل تعاني من عدم وجود هذه الاحتياجات ولكن نحن نتحدث في الوضع الطبيعي وربما لديه المقدرة والاستطاعة ولكن لا يلتفت إلى حاجيات ابنه آخر اهتمامات آخر التفكير لديه أن يهتم لهذه الاحتياجات الضرورية التي لدى طفل ويقوم بتوفيرها ربما هي احتياجات أساسية يحتاج إليها الطفل ولكن بسبب إما الإنشغال وأحيانا ربما بسبب اللامبالات لا يتم توفير هذه الاحتياجات مساعدة الطفل على الشعور بالاندماج في أصدقاء صالحين حتى يكتسب منهم الأخلاق والسلوكيات الحسنة وإبعاده عن أصحاب السوء حتى لا يكتسب منهم سلوكيات خاطئة وأبرزها سلوك السارقة بالتأكيد نحن دائما نتحدث ومن الكلمات الدارجة لدينا الصاحب ساحب في كثير لدينا في قيمنا في ديننا ما يتحدث عن الصاحب وأن الصاحب هو في الأخير ربما ما يشكل تكوين هذه الشخصية أو يساعد في تكوين هذه الشخصية إذا كان لدي أصحاب وزملاء أصدقاء لا نقول يورثون يقومون بإلصاق سلوكيات غير جيدة يصبحون قدوة سيئة لهذا الطفل هو يبدأ بالتقليد بالمحاكاة لهؤلاء الأطفال سواء كانوا في سنه أو أكبر منه فيجب أن نحاول قدر الإمكان الاهتمام بهؤلاء الأطفال الاهتمام بمن يصاحب هؤلاء الأطفال لكي لا يصبح لدينا بعض المشاكل التي لا يحمد عقباها من الأساس هؤلاء الأطفال لديهم اندفاعية وعدم تقدير عواقب للسلوكيات التي يقومون بفعلها فمن الأفضل كذلك أن لا نكون مساعدين لهم ببعض المؤثرات مثل الصحبة السيئة تؤدي بهم كذلك إلى السرقة وكذلك غيرها من السلوكيات الأخرى التحدث مع الطفل بشكل ودي وتعريفه بمخاطر السرقة وعواقبها سواء عليه وعلى المجتمع ككل من حوله ويمكن الاستعانة بالقصص الاجتماعية لتعزيز القيم وتعديل السلوك مع هؤلاء الأطفال بالإمكان أن أشعروا بالحديث معه بأكثر لطف أكثر محبة أكثر رحمة عن هذه السرقة التي قام بها وأنها تؤثر على الجميع لا تؤثر فقط عليه وربطها بقصص الكثير ستواجد كثير من القصص الاجتماعية بالإمكان إما الاستفادة من القصص الموجودة في ذاكرة القصص السابقة الوضع خيال تسرح في الخيال قليلا وتضع بعض القصص التي تتناسب مع المشكلة التي وقع بها هذا الطفل على الشبكة العنكبوتية الانترنت يوجد الكثير من القصص التي ربما يمكنك الاستفادة منها لبيان مشاكل السرقة وما الذي تحدثه هذه السرقة ومشاكلها عدم التصرف بعصبية فيجب أن لا تعتبر السرقة فشل لدى الطفل ولا تعتبر أنها مصيبة حلت بالأسرة بل يجب اعتبارها حالة خاصة يجب التعامل معها بحذر ومعرفة أسبابها وحلها وأحسان طريقة علاجها ولكن دون المبالغة في ردة الفعل يجب أن لا نتصرف بعصبية مع هذا التصرف الذي صدر من الطفل هو ربما قام بأخذ القلم من زميله مثلا في المدرسة قام بسرقة قلم قام بسرقة أي من هذه الحاجيات البسيطة وربما حتى ولو انتقل إلى سرقة بعض الأشياء التي تكون مكلفة أو باهظة الثمن في البداية يجب أن لا أتصرف بعصبية مع هذا الطفل في البداية إذا كان طفل لديه فرط حركة وتشتت انتباه بسبب المشاكل التي ذكرنا التي لديه من اندفاعية و لا مبالاة عدم تقدير المخاطر التي سيحصل عليها عندما يقوم بهذا الفعل و كذلك الأطفال العاديين هو في بداية حياتي دائما نقول هو أحيانا ربما مثل الصلصال يتم تشكيله على ما نريد و لكن يجب أن نبين له حجم هذه المشكلة التي وقع بها نبين له بهدوء لا نجعلها كأنها طامة كبرى وقعت وحلت على الأسرة و توجيه لوم و عتاب و بسبب هذه المشكلة لا نقول أنها بسيطة جدا و لا نقول أنها كبيرة جدا و لكن يجب التعامل معها بعقلانية أكبر لأن هذا الطفل لا زال في مراحل النمو و التعلم و المهارات الحياتية و اليومية و التعليمية و في شتى مجالات حياته فيجب أن نتعامل مع هذه المشكلة كغيرها من المشكلات الأخرى بالتأكيد لا نتحدث عن أن أكون لا مبالاة بهذا الفعل أو تشجيع بالتأكيد لا نتحدث عن هذا و لكن يجب أن نتصرف بعقلانية أكبر مع هذا التصرف الذي صدر من هذا الطفل ألا تكون هناك مبالغة في وصف السرقة و المهم في هذه الحالة أن نخفف من الشعور السيء لدى الطفل بحيث نجعله يشعر بأننا متفهمون لوضعه تماما و ألا توجه تهمة السرقة للطفل مباشرة إذن يجب أن لا يكون لدينا وصف مباشر للطفل بهذه السرقة و أن حاولنا قدر الإمكان أن نصف كما نتحدث دائما في مجال التربية أن نصف السلوك لا نتحدث مع الطفل مباشرة لا نوجه اللوم للطفل المباشرة بأسارق وجميع السلوكيات الأخرى و كذلك نحاول أن بمعنى لا نجعل كما تحدثنا في الكذبة لا نجعل هذه اللفظة سهلة و ذارجة في إذنه و يعتاد عليها حتى إذا عوقب عليها و لكن يصبح لا توجد لديه معنى مشكلة في هذا الوصف و في هذا التصرف ربما هو يقوم فيه يحصل على إقاب ثم يقوم بتصرف آخر يجب أن نتعامل معه بحيث لا نجعل يصل إلى هذا الشعور و نبين له مدى المشكلة و السلوك الخاطئ الذي خطورة المشكلة و السلوك الخاطئ الذي وقع فيه تشجيع الطفل على تحديد الأشياء التي يرغب الحصول عليها و وضع خطة سلوكية إيجابية يستطيع من خلالها الحصول على نقاط تؤهله لجمع نقود عن طريق القيام بسلوكيات و مهام محددة من قبل الأهل و بذلك نضع الحل في يد الطفل دائما نتحدث أو تحدثنا في بعض الجلسات السابقة في السلوك عن وضع جداول للتعزيز سنتحدث عن بعض هذه النماذج بتفصيل في جلسات لاحقة بإذن الله و لكن بالإمكان أن أستفيد من ربما هو يقوم بسرقة أشياء محددة دوما أو أي إن كانت هذه الأشياء التي يقوم بسرقة ربما أقوم بتحويل هذا الأمر بالنسبة لي إلى مسار إيجابي بمعنى أن أقوم بوضع مكافآت لا يحصل مكافآت يومية رمزية مثلا نجوم عندما يقوم بجامع خمسة نجوم خلال الأسبوع سيحصل في نهاية هذا الأسبوع على مكافأة مالية نقدية يستطيع بها شراء هذا الشيء الذي يقوم بسرقته بالتأكيد نقوم بتطبيقها بشكل واضح و محدد مع هذا الطفل لأنه حينا لديهم تشتت و لكن نقوم بتحديدها بشكل واضح و بتطبيقها مع هذا الطفل بالتأكيد نطبقه كذلك بطريقة لا تجعله دائما يقوم بالسرقة لنقوم بوضع هذه الخطة العلاجية كذلك أو هذا التعزيز فتصبح السرقة لديه معزز بطريقة بالتأكيد تتناسب و أنتم لديكم الخبرة الأكبر في التعامل مع هؤلاء الأطفال إلى هنا أكون وصلت إلى نهاية جلستنا لهذا اليوم سعدت بتواجدي معكم في هذه الجلسة الأستاذ محمد بن أحمد الناصر ألقاكم في جلسات قادمة بإذن الله دمتم بحفظ الله و رعايته و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ترجمة نانسي قنقر